اتخذ الاتحاد السوري لكرة القدم قرارا بإيقاف لاعب فريق الجيش وكابتن منتخب سوريا أحمد الصالح عن اللعب مدى الحياة واقتراح لفصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام السوري إثر اعتدائه على حكم مباراة أحمد صالح عمره 33 عاما مدافع فريق الجيش السوري وكابتن المنتخب بدأ مسيرته الكروية مع فريق الجيش ومن ثم انضم إلى المنتخب السوري عام 2008 متزوج من الفنانة السورية شهد برمدة إيقاف وفصل أحمد الصالح جاء بعدما اعتدى على حكم مباراة بين فريقه الجيش وفريق الوثبة في ختام مرحلة الذهاب من الدور السوري والتي انتهت بفوز فريق الوثبة 1-0 مشهد اعتداء الصالح صدم الجمهور وتم تدوله كثيرا على البنصات لنرى ما حدث نرى هنا الحكم في رأس الطويل يبرز البطاقة الحمراء ما يثير غضب أحمد الصالح الذي يتجه نحوه ليضربه ويبدو أنه يشتمه أيضا يلاحقه في الملعب الذي يقوم الحكم بطرده ما يجعل الصالح يركنه أول مرة لكن يبدو أنه لم يستطع الوصول ليه لبعده عن الحكم ثم يركنه مرة ثانية تأتي الركلة على ساق الحكم يبدو أيضا أنه حتى بعد إبعاده وخروجه من الملعب يستمر بنوبة غضبه يركنه ويضرب من حوله أو الأشياء التي تقف أمامها لكن لماذا أبرز الحكم البطاقة الحمراء لنتابع على التحليل الرياضي الذي يشرحه ما الذي أدى إلى ذلك السلوك من قبل صالح؟ لو الحكم عطى بطاقة صفراء ثاني وعطى حمراء نقول نحن بسبب نيل بطاقتين صفراوين لكن الحكم مباشرة أشهر البطاقة الحمراء إذا ما أعرف إذا بناخذ الأفلاقة الحالي بدأت من كرة داخل منطقة الجزاء من لاحظ هنا أحكاق طبيعي لا يوجد أي مخالفي هنا اللاعب سقط وبالتالي الكرة خرجت إلى ركلة مرمى هنا أحمد الصالح باعتقاده أنه الحكم أقفل المخالفي لجنة الانضباط بالاتحاد السوري قالت أن إيقاف أحمد الصالح عن اللاعب من الحياة واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي وتغريمه مليون وخمسمائة الف ليرة سورية قرار نهائي غير قابل الاستعناف وتغريم نادي الجيش ثلاثة ملايين ليرة سورية بسبب شتم جمهوره للحكم وتكرار المخالفة للمرة الثانية وتم إيقاف اللاعب مازن العيس من فريق الجيش ثلاث مباريات متتالية الذي كان أيضا منفعلا مع الصالح قام الحكم كابتن فراز برفع شكوى رسمية ضد أحمد الصالح ردود الفعل على مواقع التواصل الكثيرة نرى عينة منها عبود يقول طيب كلاعبي الدور السوري الممتاز ليش وقت الحكم يعطي كرت أصفر أحمر أو ركل الجزاء كل الفريق مع الكادر الفني بيعترضوا يتهجم على الحكم أما هنا كبير توقيفه عن ممارسة الكرة فقط هو خطأ يجب عليهم حرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي مدى الحياة وهكذا سيكون عبرة للجميع أما مختار الأشكال دي لازم تستبعد تماما من أي نشاط رياضي ده بلطجي الرياضي هو أخلاق وقدوة الصغار والشباب اعتذر أحمد الصالح على فيسبوك اعتذر رسميا عما بدر منه كما يقول أعتذر رسميا عما بدر مني في اللقاء الذي جمع فريقنا مع فريق الوثبة ومن حكم الساحة الذي لا أحمل في قلبي تجاهه سوى كل خير وحب كما أعتذر أيضا من اتحاد كرة القدم وإدارة نادي الجيش الرياضي الكابتن فراس الطويل أضع نفسي تحت تصرفه لاتخاذ ما يراه مناسبا بحقي كذلك أصدر نادي الجيش قرارا إداريا يقضي بإيقاف المستحقات المالية للصالح حتى إشعار آخر ووضعه تحت تصرف إدارة النادي وجاء في تصريح لرئيس نادي الجيش السوري النادي سيستأنف العقوبة لا ندعم تصرفه فهو تصرف خاطئ إنما ندعم اللاعب فهو لاعب لمنتخب سوريا واستعاد مستواه مؤخرا هو أخطأ ودفع ثمن خطأه وسندعمه ونستأنف القرار هذا واجبنا تجاه اللعبة وتجاه ما نقوم به من عمله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر